للحديث أكثر في هذا الملف ينظم إلينا في داخل الستوديو ضيفنا مدير عام صندوق الضمان الصحية السيد علي أحمد أهلا بك سيد علي بداية ما هي الأعداد التي تم شمولها في الضمان الصحي في المرحلتين الأولى والثانية وأيضا هل لك أن تحدثنا عن آلية التسجيل شكرا لك ست ندا شكرا لإستاذ أحمد وشكرا جزيلا لكل متابعي شبكة الإعلام العراقي انطلاقا من البرنامج الحكومي لدولة رئيس مجلسي الوزراء السيد محمد الشعاع السوداني والتنفيذ والتوجيه المباشر من لدن معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي المحترم شرعت هيئة الضمان الصحي بتطبيق قانون الضمان الصحي ابتداء من يوم 15-2023 فكانت المرحلة الأولى قشملت 300 ألف مضمون ضمن محافظة بغداد والمرحلة الثانية تم المصادقة على أعدادها من قبل مسل وزراء الموقر بعدد 700 ألف مضمون يهدف قانون الضمان الصحي إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطن المضمون كذلك تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن والحد من الفقر وجزء من التكافل الاجتماعي بين المواطنين وكذلك تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي نعم أستاذ علي أقف عند تصريح الحضرتك في التقرير قبل لحظات قلت أن المواطن يدفع نسبة 10% من الأجور المختبرات والعمليات والمراجعة الاستشارية وتتحمل هيئة الضمان 90% من باقي الأجور هل يشمل هذا فئات معينة أم لجميع المواطنين؟ نعم ابتداء الاستقطاع الذي يستقطع من الموظف هو 1% من الراتب يشمل هذا الاستقطاع الموظف مع كافة أفراد عائلته أما المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فقد أعفوا بموجب القانون من الأقصاط الشهرية بمبلغ زهيد جدا وتكاليف والنفقات الخاصة بالمبارئ إذا لم يكن موظفا ولا مشمول بالحمال الاجتماعي نعم أهنا تمام عندما يراجع المواطن المضمون إلى المؤسسات الصحية المشمولة بالضمان الصحي فيتحمل 10% فقط من تكاليف هذه العملية أو التحليل أو الاستشارية أو أي خدمات صحية محددة بموجب حزم الخدمات المقرب من قبل هيئة الضمان الصحي وتتحمل هيئة الضمان الصحي 90% من هذه النفقات هذا إذا راجع القطاع الحكومي الخاص هيئة الضمان متعاقدة مع دائرة العيادات الشعبية الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات أيضا في الأيام القادمة إن شاء الله سيتم التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص المتمثل بالمستشفيات الأهلية والمختبرات الأهلية كذلك مراكز الأسنان هنا المراجع والمواطن يتحمل يعني عدل الأسنان يتحمل 25% من تكاليف هذه الأجور و75% تتحملها هيئة الضمان أردت أن أسألك السؤال عن المواطن إذا لم يكن موظفا وغير مشمول بالحماية الاجتماعية كيف يستطيع أن يكون مضمونا صحيا يعني آلية دفع الاستقطاعات لدائرة هيئة الضمان الصحي في سبيل لو احتاج إلى خدمات طبية وهو ليس موظفا ولا مشمول بالحماية الاجتماعية نعم القانون ومجلس إدارة هيئة الضمان قد راعى هذه الفئات من المتقاعدين وعامة المواطنين بإجراءات التسجيل الاختيارية هنا إجراءات التسجيل لهذه الفئة هي إجراءات اختيارية وبإمكانهم التسجيل لدى هيئة الضمان عن طريق منصة أور ويمنح دفتر الضمان الصحي ويراجع على أثر هذا الدفتر إلى المؤسسات الصحية مقدمي الخدمات إن شاء الله بالمرحلة الحالية تعمل هيئة الضمان على منظومة ورقية لكن استكملت إجراءات الوثيقة القياسية والدعوات المباشرة لنظام إلكتروني متكامل خاص بهئة الضمان الصحي يمنح المواطن الداخل ضمن منظومة الضمان الصحي بطاقة بايومترية ورقم ضمان إلكتروني يميزه عن كل مضمون آخر وبواسطة هذه البطاقة بإمكانه تلقي الخدمات نسأل الله خلال الأيام القادمة بعد العيد تعمل لجنة تحليل العطاءات على استكمال هذا المشروع الذي سيسهل كثيرا إجراءات عمل هيئة الضمان الصحي نعم يعني هو أريد أن أسألك بهذا الخصوص ألية التسجيل بالتفصيل يعني الموظف يريد أن يقدم ويشمل في الضمان الصحي ما هي الخطوات وما هي المتطلبات التي يجب أن تتوافر لانضمامه نعم شكرا لهذا السؤال نحن ضمن المرحلة الأولى جزء من اللي عانت من هيئة الضمان الصحي هي عدم إرسال كافة المعلومات من قبل الوزارات بغية إرسالها ورفحها إلى منصة أور ليمنح كل مواطن وموظف رقم ضمان صحي ضمن المرحلة الأولى هيئة الضمان كلفت 33 فريق لتابع لهيئة الضمان يعمل في مقر الوزارات يعمل على تسجيل الموظفين مع أفراد عوائلهم ومنحهم دكتر الضمان الصحي بالإضافة لذلك تكليف 22 منفذ للتسجيل لدى مقدمي الخدمات من الأجنحة الخاصة استفسر بهذه النقطة هل معنى ذلك بأن كل موظفية الدولة مشمولون في الضمان الصحي ومن ثم يخصص لهم الأرقام ومن ثم يخيرون بذلك أم ماذا؟ بالنسبة للموظفين الزاميا بموجب القانون ستندى الضمان الصحي والتأمين الصحي على مستوى العالم يحتاج إلى وقت للتطبيق بعض الدول استغرقت 15 سنة إلى 20 سنة للتطبيق ولهذا شرعت وزارة الصحة وهيئة الضمان الصحي على تطبيقها بشكل تدريجي بالمرحلة الأولى والثانية شملت مليون مواطن ضمن محافظة بغدال ضمن المرحلة الثالثة سيتم الانفتاح إلى محافظات العراق كافة بعد استكمال كافة البناء التحتية للتعاقد مع القطاع الخاص باعتبار الشريك الأساس في إنجاح الواقع الصحي الخاص ببلد أستاذ علي يستفيد المواطن وأفراد عائلته من الضمان الصحي لكن كم مرة يستطيع المواطن أن يستفيد من هذا الضمان خلال السنة الواحدة عدد المراجعات حدد للمشمولين بالضمان الصحي لمن أعمارهم دون الستين سنة بست مراجعات في السنة وما زاد إلى ثمان مراجعات في السنة أما فيما يخص العمليات قد حدد إلى عملية لكل فرد مشمول بالضمان وليس كراب أسرة كل فرد محدد كسقف أعلى أما مراكز الأسنان حددت مبلغ معين لكل مضمون يراجع عن طريقة إلى مراكز الأسنان لتلقي العلاج عن طريقة مراكز الأسنان المتعاقدة مع هيئة الضمان وبإمكان المضمون مراجعة أي مركز للضمان الصحي متعاقد مع هيئة الضمان دون تحديد إن كان في محافظة بغداد أو خارج حدود محافظة بغداد في حال دخولهم وشمولهم بالضمان الصحي نعم مدير عام صندوق الضمان الصحي سيد علي أحمد شكرا جزيلا ضمامك إلينا شكرا جزيلا شكرا لحضارك شكرا لحضارك